نقطة أخرى بيثير حزب الله أو بيقدم نفسه حزب الله باعتباره خارج المنظومة السياسية وأنه هو فوق هذه الخلافات الحزبية والصراع السياسي اللي موجود داخل لبنان الواقع بيقول أن حزب الله مش مجرد جزء من المنظومة السياسية اللبنانية هو راعي هذه المنظومة اللي بقاها مرتبط بفرض حزب الله لذلك يعني النهاردة لماذا يظل نبيه باري مثلا كرئيس لمجلس النواب اللبناني طوال هذه السنين هل يستطيع حزب الله أن يقول أنه ليس له أي علاقة بالأمر هل النهاردة نقدر أن نقول أنه ليس هناك علاقة بين دور جبران باسيل مثلا على السحة اللبنانية وبين حزب الله الذي يدعم هذا الوبود المشكلة حزب الله مع المنظومة السياسية اللبنانية بالسابق أنه هي ما كانت خاضعة بالحقيقة على سيطرته كانت حجر عثرة يمكن بطريق مشروعها باللبنان بس هلأ بما أنه تغلغل بكل المؤسسات واستطاع أنه يكون جزء من الحكومة وأنه يكون له تأثير على كثير من الشخصيات اللي موجودين فيها صارت الأمور مختلفة جدا صارت هلأ الحكومة بتركيبتها الحالية لدرجة كتير كبيرة عم تساعده بتحقيق مشروعه وهو السيطرة على لبنان وتكريسه لأدات في يد إيران يعني حزب الله مش مجرد لعب سياسي في لبنان لكنه أيضا جزء أساسي من منظومة الفساد الناهبة لهذا البلد المنكوب عشان السبب ده بيرفض حزب الله أي تحقيق جدي في الانفجار اللي حصل في مرفق بيروت زي ما شفنا في التظاهرات اللي عملوها لأنهم عارفين أن ده يجيب رجلهم أو رجلين الأعوانهم وخلفائهم في الموضوع حزب الله النهاردة هو سبب المأساة اللي عايش فيها لبنان حزب الله النهاردة بيحول لبنان لرهينة لديه بيفرض عليه إيراته في خدمة أجندة أجنبية وبيفرض هذه الإيرادة بالقوة يعني ببداية كلامنا بالحقيقة حكينا عن الهجوم الإرهابي اللي صار على ثكانات قوات السلام الدولية بال83 وهو اللي نتيجتها انسحبت أمريكا من عملية السلام باللبنان بس السؤال هون مين استفاد بالحقيقة يعني هاي القوات السلام كانت موجودة لحتى توقف الحرب الأهلية اللبنانية كانت موجودة بقيادة أمريكية وأمريكا إلى سابقة تاريخية بالتدخل باللبنان لإنهاء الحرب الأهلية فيه مثل ما صار ب1958 فإذا كان بدك إثبات على حسن نوايا أمريكا والتزام بالسلام باللبنان في عندك سابقة تاريخية لبنانية بهذا الموضوع فمين استفاد بالحقيقة من خروج هاي القوات هالي استفاد الناس هالي حزب الله بشكل كتير واضح لأنه طال الأزمة اللبنانية طال أمد الحرب تمدت حزب الله اغتال العناء الشخصيات اللي كانت وقفة بوجه مشروعه وبنهاية الأمر هذا الشيء إثبات كتير كبير على أنه من بداية عهده بالحقيقة حزب الله كان عم يتآمر على لبنان كان يمتآمر على السيادة اللبنانية وكان أدات بياد قوة خارجية ما بتهم سيادة لبنان ولا المصلحة اللبنانية لا من قريب ولا من بيت شكرا